والحديث عن تشريعيات 2017 أصعد باستضافة العضو السابق بالمجلس الدستوري أستاذ عمر الخيلة أهلا بكم أهلا وسلم مرحبا مرحبا إذن سباق سباق تشريعيات المقبلة انطلق والظروف لا الظروف ولا القوانين كغيرها من الظروف السابقة إذن أستاذ عمر الخيلة كيف تنظرون أنتم لتشريعيات 2017 أولا على السعيد الوضع العام للانتخابات الشريعية القادمة تجري في ظروف عادية بالنسبة للجزائر لماذا؟ لأن البيئة المحيط الإقليمي في الجزائر مستقر الآن غيرها بصرف النظر عما يجري في دول الساحل ولكن على السعيد العربي الآن بشكل أو بآخر الأمور اخذت مجرى آخر ما مولناش أمام ما يسمى بالربيع العربي ربيع العربي كشف أوراقي الآن موجودين على مستوى داخلي عدنا على مستويين بقارنة لقانون الانتخابات لـ 2012 بقانون الانتخابات 2016 فيه اختلاف الاختلاف يتمثل فيه وجود هيئة مستقلة مدسترة لمراقبة الانتخابات بعد ما كانت لجنة سياسية فقط متكونها من أحزاب المؤشر الثاني هو أنه يبدو لي أنه فيه إرادة الآن في إرادة سياسية نقدر نقول بالإدارية لضمان الحياد الإداري من خلال ما يقوم بسيد الأمين العام لوزارة الداخلية وما يقدمه من شروح لغير ذلك فيه كذلك إرادة لتنفيذ ما يتضمنه قانون الانتخابات من جزاءات ردعية في متابعات جزائية ممكن نصل لها لكل من يخل بالعملية الانتخابية فيه على السعيد آخر كذلك فيه إقبال ولكن فيه كذلك عائق لأولئك الذين عتادوا أنهم يشاركون في الانتخابات لكن دون أن تكونها مأرضية أو قاعدة أو كذا وهو هذا الحاجز أربعة في المئة أربعة في المئة اللي راح يكون تكون عنده ناتجة وهاية ينعكس على الكثير من الاعتمادات الحزبية حتى لا أقول أحزاب سياسية لأنه مجرد اعتمادات حزبية فيه متغير جديد كذلك وهو أنه على مستوى الطيار الإسلامي لاحظنا أنه في محاولة للملمة لصفوف حركة الإسلامية اتعاذا منها بالتجارب السابقة ولسيما بانتخابات 2012 هذه هي الظواهر العامة اللي نقدر نقوله بلي تميز هذا الأجل للانتخابي الآن نقدر نقوله بالسباق لأنه رسميا الحديث عن وجود قوائم انتخابية وترشيحات سابقة هذا بالنسبة لي أنه كله كان الاستهلاك الترشح الفعلي يتم لما يوقع ويملأ المترشح استمار الترشح التي تعدها الإدارة ويستلمها من الولاية مكتب في الولاية خاص باستقبال الترشحات باقي الكلام كله أنه ستة الاف مترشح أو ألفين أو مئة أو مئتين أو أنه في قوائم موجودة على مستوى دائرة الانتخابية الفلانية أو دائرة الانتخابية فلانية هذا بالنسبة لي أنه كله يدخل ضمن حملة مسبقة للعملية الانتخابية لكن رسميا لا يمكن الحديث عن وجود مترشح وغير مترشح ما لم تودع القوائم الانتخابية نعم بحديثكم أيضا عن المترشحين يعني كثرة الحديث مؤخرا عن توغل رجال المال في التشريعيات المقبلة هذا من جهة وترشح الوزراء من جهة أخرى فأمام منطق أشكارة والمسؤولية من جهة أخرى كيف ربما أي دور أو كيف سيكون دور الهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات يجب أن نتفق على شيء بأنه لا في الدستور ولا في قانون الانتخابات يوجد نص دستوري أو قانوني يميز بين المواطنين بين الفقراء والأغنية باب الترشح مفتوح للمواطن الجزائري ما تتوفر فيه الشروط المنصص عليها قانونا نستبعده منها حاجتين ما كانت تمييز الاجتماعي يعني بين فقر وغني معناها أنه الغني من حقه كمواطن أنه يترشح ما فيه كذلك المستوى العلمي لا الدستور ولا القانون يضعاني يعني مستوى معينا للترشح ولذلك الحق في الترشح هو حق لكل يبقى مسأل دور المال في العملية الانتخابية فعلا نعانيه منذ عقود من الزمن أو بالتحديد منذ عقديني من 97 نعاني اليوم وممكن ما زال نعانيه لماذا؟ لأنه السبب هو طبيعة النظام الانتخابي لما نعمل بروبورسيونال قائمة نسبية قائمة نسبية للولاء فيها الولاء فيها المترشح ما هو شيء لمن ينتخبوا لمن يرطبوا في القائمة وهنا تأتي مسألة البيع والشراء في القوائم الانتخابية وللأسف شيء هذا عشنا في 2012 كان من كلامة شجاعة سياسية وين قال بأني فعلا أنا كعضو كرئيس حزب بعد القوائم الانتخابية لماذا؟ لأنه الآن ستقل لماذا تقل؟ لأنه تم استبعاد الأحزاب السياسية التي ليس لها نصاب وحدد لماذا الآن لا اعتماد الحزبي كافي لتقديم قائمة انتخابية يبغي أن تكون حصلت على نسبة معينة في الانتخابات السابقة وإن لم تشارك في الانتخابات السابقة عليك بالحصول على نسبة معينة من توقعات الناخبين الموجودين على مستوى دارة انتخابية من هنا نقدر نقوله راح يتم فيه تقليل للشكارة ولكن الشكارة تبقى حاضرة في مسألة ضبط القوائم الانتخابية نتيجة النظام الانتخابي اللي هو البروفوزيونال اللي نعمله به ونزيد الكرار ونقول بأنه من أسباب الشكارة والتي هي ظاهرة وخليني أقول لك شيء بأنه الظاهرة هذه ليست موجودة في الجزائر الحديثة سنة 48 انتخابات 48 900 و1000 كان فيها القفة كان فيها القفة يعني موجودة قفة ومن يجي الناخب يروح يسلم له مبلغ ويروح ينتخب الآن تقلنا من القفة الشكارة الشكارة لماذا؟ لأنه يومها في الثمانية وربعين الجزائري كانوا فقارة قلة منهم يعني الميسور الحال ممكن يحضر القفة لكن الآن في جزائر 2016 و2017 فيهم يحضر الشكارة ولذلك كان نقول بأن هذه الظاهرة مشينة قانونيا قانونيا هذا شيء غير مقبول قانونيا ما تثبت أنه فيه مبارسة معينا في دفع مبالغ محددة للترتيب في القائمة لأنه قد يترتيب في القائمة أنه قانونيا يمكن متابعة القائمة مسألة الوزارة حتى أنه سيد دربال حذر المسؤولين من استعغلال أبوال الدولة في تمويل حملاتهم الانتخابية سيد دربال كرئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات المشرع منحه حق يختار نائب العام والمتابعة القضائية لكل من يثبت به إخلال بالقواعد المنظمة للمختلفة العملية الانتخابية في مقدمة العملية الانتخابية قائمة الترشيحات وذلك هنا يتوقف الأمر لأنه سيد دربال يقول لك متى وصلتني معلوماتي مؤكدة وثابتة فعلا لا يمكننا أن أخذ بالشبوهات لأنه الآن كان الحديث في الشارع يقول لك بأنه فولان سيدفع 500 مليون الأخر سيدفع مليار الأخر سيدفع مستعد يدفع 2 مليار سيكون على رأس الله القائمة ونفتح القوس كذلك ونقول حاجة أنه نسمع التصريحات الآن بأنه فولان قد يترشح في الدائرة الفولانية وقد يترشح في الدائرة الفولانية معنا في الولاية الفولانية أو في الولاية الفولانية أنا أقول بأنه هذا تلاعب وإذا كان يحدث الشيء هذا أنه شخص اللي لم يترشح في ولاية الجزائر في إمكانه يترشح في ولاية أخرى معنى أنه فعلا ازدواجية في السجل الانتخابي رأي قائمة وهذا يتنافى مع القانون المدني اللي يقول بإنه المواطن عنده موطن واحد لم يديم مواطنين بعد نهاية من القانون المدني صراح يتنافى كذلك مع قانون الانتخابات اللي يقول بالإنسان يجب أن يكون في قائمة انتخابية واحدة. يعني في سجل الانتخابي يكون مسجل في دائرة انتخابية واحدة. لما نسمع بالإنسان إذا لم ترشحناه ولم ندرناه ولم ندرناه ولم نرطبناه ولم نحن نقدر سجله في جهة أخرى. معنى هذا بأنه ولكن الشيء الذي أعجبني في كلمة سيد دربان هو أنه الموضوعية والواقعية هو يقر بأنه الآن مستحيل في ظل التقنيات الموجودة. وتقني ليستحيل أن ننظف القائمة الانتخابية نظافة تامة. وراء يقول ما يمكن بعد خمس سنوات نعم. أكيد. رقمنات العمليات. رقمنات العمليات وحتى يمكننا ننزع من القائمة الانتخابية. المتوفين المحجور عليهم. المحجوز عليهم. المحكوم عليهم بأحكام قضائية سالبة للحرية التاحم. ومالع لها من حقوق المدنية والسياسية. هذه العمليات ودعني أزيد أقول لك شيء كذلك. بأنه قائمة الانتخابية مضخمة. لماذا؟ بأنه في سبعينات وثمانينات إلى غاية انتخابات 91 إلى غاية انتخاباتها. كانت عندنا ظاهرة. وهو أنه الستة تالعشية لما تبدأ يقرب ساعة ختم القائمة. يفتح تفتح قائمة لمن يرغب في التصويت. وشكون هما اللي يرغب في التصويت؟ هما الإنسان اللي ما صوتش ولي ما وشي موجود في القائمة. هذه القوائم اسمها. قوائم الإضافية. هذه القوائم وضيفت للسجلات الانتخابية. لأن المكتب الانتخابي سلمها البلدية. البلدية تضيفها في السجل الانتخابي. إلى غير ذلك الممارسة. بسألت المزارة. بسألت المزارة من ناحية القانون. الوزير غير ممنوع من ترشح. القانون حدد ما هي المسؤوليات التي لا يحق لممارسها أن يترشح. سواء هو يمارس أو سانة بعد إعفائه من المهمة. الوزير المشرع رأى بأن الوزير منصب سياسي. ولذلك منصب سياسي ليس منصب إداري. مدام منصب سياسي عند حق الترشح. لكن الإشكال الذي يطرح بالنسبة للوزراء هل يستقيل أو لا يستقيل. يبقى على رأس قطعه من السيد الرئيس الجمهورية في اتخابات 2012. وجه تعليمه بمقتضاها الأخوة الوزراء الذين رغبوا في الترشح. سحبوا مؤقتا من المناصب تاهم. الوزير الآن يحب الترشح عنده هاجس. أنه خايف لا يدخل في دكة الاحتياط ويمسع مع المئات والألاف من الإطارات الذين هم أحيلوا على التقاعد وما زالوا أحيلوا على التقاعد أو أعفوا من مهامهم. ثم أنه كذلك يخشى أنه ما يفقد منصب الوزاري بعد الانتخابات الشهائية ولا يكون نائبا. المهم ربما في كل هذه الحلقة هو المواطن. ورغم ما يحدث على الساحة السياسية في المقابل نجد المواطن تقريبا غير مبالي بما يحدث. هذا ربما راجع عن جهل أم لأسباب أخرى جعلته يطلق حتى السياسة. في فرعكم أي دور اليوم المواطن ليجهل دوره في هذه الانتخابات التشريعية. ماذا يمكنكم القول لهذا المواطن الذي يجهل بأنه الورقة الأساسية لاختيار الممثل الذي سينوب عنه مستقبلا. هنا المواطن هو ضحية. ضحية ماذا؟ ضحية إهمال الأعمال لأحزاب السياسية لمسألة القربية السياسية لمسألة التعبئة لمسألة تليد لأنه الحزاب السياسي متى التحرك تتحرك لما تحون الأجال الانتخابية وطيلة الفترة الفاصلة بين انتخابين لاحظوا بلي تستاكن الأحزاب السياسية. وليه ماذا؟ لأنه الحزاب السياسية ارتبطت الفكرة أنه وجود الحزب السياسي مرهوم بالانتخابات. إلى درجة أنه المواطن لما تقصدها على مستوى الشارع تقوله بالأروح الناظر. معنا يقولك إلا ترشحوني البلدية ولا ترشحوني الولايات ولا ترشحوني المجلس الشعبي الوطني. هذا هو الفكرة. معناها ارتباط الفكرة الحزبية بالعملية الانتخابية. ومع ذلك نقول بأنه هناك وعاء انتخابي يتمثل في الأحزاب السياسية. قواعدها هناك المنظمات الجماهيرية. هناك الاتحادات المهنية. هناك الجمعيات. هؤلاء المجتمع المنظم. هؤلاء عندهم اهتمام بالانتخابات. ولكن الغالبية الأخرى التي هي أحيانا صامتها طيلة الغالبية الأخرى تحتاج لمن يحركها. تحتاج لمن يتصل بها. لنفتقدو الاتصال للمؤسسات. نفتقدو بالتواصل ما عندناش. ولذلك لا لوم على الناخب أو على المواطن اليوم. لما يكون غير مبالي وغير مهتم بما يجري على مستوى الساحة. لأن المجتمع المنظم يحتاج إلى تحريك دائم. هنا يأتي دور الإعلام. يأتي دور الأحزاب السياسية. يأتي دور السلطة الإدارية. في تحسيس الناس بهذه العملية. إلى غير ذلك من روافد التي يمكنها تلعب دور في توعية المواطن. ودفعه إلى ممارسة حقه. مع العلم بالنفلد. أكيد هذا لا يمنع المواطن من الاطلاع لمعرفة الغرض من هذه التشريعيات. وأين هي مكانة المواطن من كل هذا؟ قانون الانتخابي. قانون الانتخابي يفترض في المواطن الواعي والإدراك. إلى غير ذلك. إلى درس أنه يعطيه الحق في أنه يطعن في السجل الانتخابي. إذا كان موجود أسماء أو أكثر. يطعن كذلك أمام المحكمة إذا كان روافد مثلا تسجيله في قائمة انتخابية. ولذلك المواطن هذا لازم له تغذية سياسية. تغذية قانونية. حتى يتفاعل مع أجل سياسية. إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم أستاذ عامر أنخيلة العضو سابق بالمجلس الدستوري على كل هذه التوضيحات. شكرا جزيلا لكم.